السلام عليكم عليكم السلام تفضل فضيلة الشيخ عندي ثلاثة سئلة تفضل السؤال الأول هل يجوز يعني تعليز الزوجات أن الإنسان يتزوج زوجة الثانية هل يجب أن يكون برضى الزوجة الأولى وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك كما نرى اليوم في بعض المحاكم الشرعية الموجودة طيب أنه حكم من الأحكام الوضعية السؤال الثاني السؤال الثاني طيب فضيلة الشيخ قرأت في مجمع الزواد قول أبو بكر عندما دخل على السيدة عائشة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما تهمت بحادثة الأفك قال أنت سألتني السؤال ده وقلت لك أنا أجاوبك عليه إن شاء الله لما تكلم في حادثة الأفك أنا كنت أعملها النهاردة حادثة الأفك الحقيقة ولكن الحقيقة نظر ظروف ما كده صحية فأنا قلت خليني أجيب الكلام في الحلقة القادمة إن شاء الله عشان يكون الحديث كله متوفق وأنا قلت جملة كده لو خدت بالك منها أستاذ سلمان أنت كل شوية تخشيلي باسم معين كنت عايز أقول لك إن أنا قلت لك إن أنا قلت جملة إن أحياناً يكون بين الزوجات يكون بين الزوج وزوجته حاجة اللي هي احنا بنقولش عليها بقى لكرمتي ولا كرمتك لو تفتكر أنا قلت الكلام ده من شوية وكان مقصد كلامي بهذا الكلام إن أحياناً بتكون الجمل أو الألفاظ الصادرة من الشخص الصادرة على وفق شيء معين وحضرب لكم سات يعني مثلاً لو واحد مثلاً قاعد يرأي بتليفون مراته مثلاً جيب مرة مسك التليفون وقاعد يقلب في التليفون كده ويدور فيه فهي بتقوله إيه طيب لما أنت شاكك فيها كده ما قاعدني معاك لإيه ها هل هو شاكك فيها ولا مش شاكك فيها ممكن تقوله إيه بنفس الجمل برضو تقوله إيه طيب لما أنا واحدة ستة وخاينة يعني إنت ليه جاي تروحني يعني هو ادعى عليها أنها كانت تخونه بلفظ أو بكلمة لما جيه روحها وتبين له عكسه هذا فهي هترد عليه وتقوله الجمل دي هل هي فعلا كانت خاينة؟ ما كانتش خاينة؟ أنها لو كانت خاينة هيروح يجيبها ليه؟ فإحنا مش عايزين نقعد نجيب بعض النقاط أو بعض المسائل أو بعض النقط ونقعد شبطنين في الألفاظ هذه ألفاظ عربية هذا هو مفادها هذا هو مفادها وأنا بقول أنا عايز أنا عايز أحكي لكم قصة حديثة الإفك بتفصيل يعني بتفصيل قوي وشديد تفصيل يعني ممل عشان خاطر أقول لك خطوة بخطوة ونقطة بنقطة وتقدر تفهم هذا الكلام هتوعب تقول لي قرأت في مجمع الزوائد قوله أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف وقد خانتك وكذا تمهي جمل من هذا القبيل أنت لو عندك هذا الكلام وسيدنا أبو بكر الصديق لما كان يحدثه النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدثه بصورة متجردة ما كانش بتكلم على إن دي بنته ده كان بتكلم على إن دي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام زي ما أسامة بن زيد راح للنبي عليه الصلاة والسلام وأراد أن يشفع في حد المرأة المغزومية التي سرقت كان رد النبي إيه؟ قال له وأيوم الله لو أن فاطمة بنت محمد ما قالوش لو أن فاطمة بنتي سرقت لا جرد من نفسه شخصا آخر وهذا هو تجرد الحاكم لأن الحاكم لما يجي يحكم أو القاضي لما يجي يحكم في قضية ما لابد أن يجرد من نفسه شيئا لا يصلح أن يكون القاضي خصما يعني لو واحد وقف قدام القاضي فأساءل القاضي بكلامه وبألفاظه والقاضي تحامل عليه بسبب إساءته لا يجوز للقاضي أن يحكم عليه ولا أن يقضي عليه ليه؟ لأن المسألة دخلت فيها الشخصمة ولذلك لما تقعد مع القاضي تلاقي اللي بيحقق معاه قعد عما لي يتكلم ورد عليه الطريقة مش كويسة ويقول له كلام مش كويس والقاضي ما نجدعه بالخصة دي كلها القاضي يكتب معطيات وأوامر أمامه فهكذا جرد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه شخصا فقال وأيهم الله لو أن فاطمة بنت محمد صرقت لقطع محمد يدها ما قالش لقطعت يدها ولا كذا لا أبدا قطع محمد يدها في بعض الطرق يبقى دا الكلام فلما ييجي واحد وحدة تقول له زكا كده هل دا معناها؟ إن هي كانت خاينة جزاة؟ تم هي لو خاينها رجحها إزاي؟ كيف تخون السيدة عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتحقق هذه الخيانة ثم تأتي الآيات تبرئها من فوق سبع السماوات تقول الله أيها الروافض تقول الله أيها الشيعة توبوا إلى الله عز وجل مما تقولون دا كلام له مناسب وله كلام مطلوب خالص وله له معنى في أي كلام من هذا القبيل أنا مش عايز يعني أعد أعمل مقارنات بين الحوارات اللي انتو عمالين تقولوها أو تعدوها تقول الله عز وجل في زوجات النبي الطاهرات العفيفات لأن الطهارة دي دا مش حكم أنا ولا حكم حد كبير ولا حكم حتى الإمام الشفعي ولا الإمام مالك والإمام حنيفة ولا حتى حكم رسول الله علينا بالطهارة إنه حكم الله عز وجل الذي حكم الذي خلقهن هو الذي حكم لهن بهذه الطهارة وهذه الأشكال أو الأشياء التي حدثت من حديثة الإفك إنما جاءت عشان خاطر تبقى عارفين حاجة اسمها المنخل عندنا في الفلاحين اللي هي تعد تنخل كده طلع الحاجات الرديئة من الحاجات الحسنة أنتوا عارفين الكلام دا نزلت هذه الآيات وحدثت هذه الأحداث في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ليتم انتقاء الجيد من الرديئ عشان يخرج الناس الرديئة أمثال هؤلاء الروافض يطلعوا ويتكلموا هذا الكلام ربنا عايز يبينهم ويقولوهم هو أنت ذاكر لما تيجي تتكلم على السيدة أم المؤمنين رضي الله عنها هو أنت تتكلم على شخص أنا أبدا ولا على شخص النبي أبدا دا أنت بتتكلم كلام في حق الله ربنا اللي قاله قرآن نزل من السماء وربنا اللي قاله وربنا اللي أقر بهذا وهل إن الذين جاءوا بالإفق عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم عشان يطلع أمثال هؤلاء الروافض خير لكم لكل مرئ منهم مكتسب من الإفق والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لو لا إذ سمعتموه شوف الكلام بتاع قرآن خلينا أشرح لكم العشر آيات دول اللي موجودين في سورة النور وإحنا نفصل فيهم القول في هذه المسألة عشان تاخدوا بالكم من الموقف السيدة عش فدي أحداث ساعات بتحصل عشان تباين عشان تباين الموقف وتباين مين الحسن ومين الردي من الخبيث ومين الطيب ليميز الله والخبيثة من الطيب وربنا اللي قال كده لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم ليه؟ عشان طلع المنافقين وطلع الكلام ده هنقعد نقول أرينا في رواية مش عارف مين قال إيه؟ ونقعد نتمسك ببعض الروايات أيا كان الكلام الذي قيل من أبي بكر الصديق رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أمر عادي عادي بين رجل وزوجته لا خلافة فيه ولا مشكلة في هذا الأمر الأخ اللي قال أنا متجوز تلاتة متجوز